الحاج ده خلال الحمام ده الحنفية بتنقط اعلان حال التوارئ في البيت يا أم هنقفل المحبس مش لازم تكسير الطماطن دلوقتي يلا بسرعة نجيبه مفتاح انجليزي ومفكه وجلده وطبعا أهم حاج الكشاف اللي هتتضرب على الأفاك بسببه الحاج بيصل على الحنفية وانت ويف بتنوره الكشاف هوب الحاج قصر الحنفية راح ضربك على الأفاك وقال لك ما انت مش عالف تمسك الكشاف كويس انت أول ما اخدت الضرب على الأفاك قلت الموقف ده تقرر قبل كده الكلام ده انا سمعته قبل كده بالظبط الحدث ده انا عيشته قبل كده ومتأكد منه بس مش يمكن انت بتقول كده علشان نفس الموقف حصل الاسبوع اللي فات لما الحاج كان بيصلح مفتاح عدد الكهرباء وعمل قفلة في الشارع كله وراح ضربك نفس القفة وقال لك انت مش عالف تمسك الكشاف عيدين ووينوت ممكن يحصل ازايقوا عاملين ايه برحب بيكم في حلقة جديدة من بينامج الحرق احب اشكر ودى قلبي لكل اخوات اللي بيدعموني ويكتبوني الكومنتات حلوة بجده اجد عنه انا محصول جدا والله يعني بجده انا بانجح بيكم ويعني منطوض على الله رافعوا طبعا بس شكرا للكوا يعني بجده والله انتوا حبيبي والله حبيبي بجده يعني شكرا لكل واحد محترم بيدعمني وبيحب يتفرج علي انا من غيركو يعني ماليش اي لازمة انتوا اللي هتبنوني وانتوا كل حاجة في حياتي بجده رب راي خليكو ليا سنة 2014 في عدد من مجال التقارير لحالة الطبية الدكاترة اصف الشخص عنده مرض غريب جدا شاب عنده 23 سنة كان بيشتكي باستمرار ان هو بيشوف كل شوية حاجات بتحصل معاه بتحصل معاه امتى قبل كده حرفيا بيعاني من الاحساس ده تخيله 3 سنين بيحصله كده 3 سنين انت مستوعب احنا لما بنشوف موقف واحد بس وده كمان بيحصل مش كتير كل فين وفين منيبها هنتجنن فعلا مش قادرين نقاوم وادماغنا هتشت لكن ده 3 سنين كل يوم بيحصله نفس الموقف وبيحس ان الموقف ده تكرر قبل كده احساس صحب جدا ده ما بقيتش عيشة انا اسيب البيت وامشي على سبيل المثال قالت ده كاترف مرة من المرات لما كان بينزل اجازة في مكان راحه قبل كده بيتكون عنده احساس مرحب انه اصبح محاصرا في حلقة زمنية الاحداث هي اللي بتحصل كل موقف بيعمله وبيحس انه اتكرر قبل كده ده عذاب يا حضرات في النهاية اقصى منه مش هتفرج على التلفزيون ولا يسمع الراديو ولا هتفرج على المجلات ويرى كتب هو في الحقيقة كان صاحبه واخدت منه التلفزيون والتلفون والراديو والكتب اللي انتوا شايفينها دي التفسير العلمي للموضوع الخارق لعقول البشر الديجافي بالفرنسية او الديجافو بالانجليزية واحم صبك الرؤية ايميل بوريك هو اللي سمعه كده في كتابه مستقبل علم النفس بعد علماء النفس قسموها الثلاث عقسام ديجافيسي تم رؤيته من قبل ديجاسنتي تم الشعور به من قبل ديجافيزيتي تم زياراته سابقا ده يعني لو كنت لتعطونه صح ديجافيه هي الشعور اللي بتشعر بيه انك شفت او عشت الموقف ده قبل كده بيلازم الظاهرة دي الشعور بالمعرفة السابقة وشعور بالغرابة والرهبة او زي ما سميه عالم النفس فره ده الامر الخارق للطبيعة زي كله ما تتفرج على الحرين بتلاقيه هو هو مش بيتغير حلقاته حد تلات خميس تلفزيونه هو 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 توين تيمو هو هو تلفونه هو هو انت مش بتعمل لايكه هو هو اعمل لايكه وغير شوية هتموت من انديجافيه اعمل لايك بقولك او ممكن بتحس ان الموقف ده عشته في الحلم وينوت التفسير العلم الاكسر دقة لحد دلوقتي بترجع لشذوذ الذاكرة لما الذاكرة بتبعت للمخ مشاعر غلط عن اننا عشنا الموقف ده قبل كده بس احنا مش قادرين نفتكر تفاصيل الموقف ده اللي كان قبل كده فين وامتا وزاي لما الوقت يعد بعد الموقف بلحظات يعني انت بترجع تسترجع بعد التفاصيل المشوشة في الموقف الجديد مثال انت وقعت الكوباية قسرتها والحاج قاعدت تلم الازاز بالستخدام الميكليسكوب المجهري علشان حددك متتعورش وانت ماشي حافي وتوسك ريجلك وتروح تنامع السير وتوسك الملاية الكوباية تقسرت والحاجة بتلم الازاز انت بتزق الموقف ده حصل امتا بعد شوية بتتخزن في دماغك تفاصيل الكوباية والحاجة بس مستحيل انك تفتكر وركز في دي تفاصيل الموقف الاول اللي كنت افتكرت انه حصل لك قبل كده الموقف الوهم يعني اثناء موقف الكوباية لما تقسرت في وهمة كنتا الموضوع بيكون بسبب تشابك الاعصاب المسئولة عن الذاكرة طولة المدى وقسط المدى باحداث او المواقف بتتخزن في الذاكرة قبل ما تروح لقسم الوعي في المخ وتتخزن هناك الدماغ بيخزن الذكريات في منطقة عروية اسمها الحسين بس في دراسة جديدة بتفترض النجوز اصغير منه اسمه التلفيف المسنن مسئول عن الذكريات المتسلسلة اللي بتسمح لنا ان احنا نميز بين الاحداث والمواقف المشابهة البروفيسور سوسو مو توني جاوة والتاني توماس ماك هوب جابوا شوية فران منطقة الحسين مش بتشغل عندهم بكفاءة تمة فيها بعض الخلل يعني النتيجة ان الفران ما يدروش يميزوا بين مواقفين متشابهين طبعا كانوا بيجيسوا نشط دماغهم في الوقت ده حطوا فار في المسيادة والفار طلع من المسيادة جابوا نفس الفار وحطوه في نفس المسيادة بس فتحة باب المسيادة اللي هو فيها بتودى على مسيادة تانية يعني انت كده كده هتبقى محبوس والفار طلع داخل المسيادة التانية حاجة تانية عملوها برضو جابوا مسيادة وحطوا فيها طعم قطعة خيارة الفار داخل في المسيادة وقفلت عليها ويتحبس وبعدين طلعوه تاني يوم عملوا نفس المواقف بالزبط بس المسيادة مختلفة في الشكل والفار داخل المسيادة تاني برضو عشان يأكل الخيارة ببما انت لاخدت مبارح بس المسيادة شكلها مختلف وتحبست يعني ده نفس الموقف اللي حصلك مبارح لا الفار ما عرفش يميز بين الموقفين دول الاكل والحبس اتاكل الخيارة هتتحبس علشان منطقة الحسين عنده مش بتشتغل بكفاقة كاملة وبالفعل نفس اللي عملو الفار ده عملته كل الفران الا فار واحد والفار ده كان في قمة الزكاة تخالي السافل اكل الخيارة وهرب من مسيادة بوز التجربة خالص الله يخرب بيته وساعتها البروفيسور سوسو قال ان الأمر لا يدعو للاستغراب عندما تدرك ان خلايا التلفيفة المسنن تتعرد للتلف في تفسير علمي تاني لظهرة ديrendا التفسير ده متعلق بحسة البصر النظرية بتقول ان فيه عين من العين اللي عندنا بتسجل اسرع من العين التانية يعني الموقف بتسجله اسرع من العين التانية بعد لحظات كثيرة من الموقف بتتخيل انك شفت الموقف ده قبل كده فاهمني عين بتسجل اسرع من العين التانية يعني فيه دايتة باية قديمة في المخ وفيه دايتة جديدة تدخل للمخ من العين التانية اللي بتسجل أبطأ من العين دي بس كل ده بيحصل في أجزاء بسيطة من الثانية أشكر ربنا على كل النعم للدهلة بس عيوب النظرية دي إنها مش بتقدم تفسير لدخول الحواس التانية في الموقف زي كده أحساس لما حد طرمك على عفاك لما كنتش عارف تمسك الكشف كويس وعيوب تانية في النظرية إن الديجا في حصلت عند ناس بيشوفوا بعين واحدة بس يعني عين شغالة بتشوف والعين التانية مطفية مش بتشوف يعني مش سليمة يعني النظرية دي كده مش صحيحة لما قلت لكم إن في عين بتسجل أسرع من العين التانية طيب ما الناس اللي بيشوفوا بعين واحدة حصلت معهم الديجا في برده بس في حاجة هنا انت نسيت إن مخك مقسوم لنصين فص أيمن وفص أيصر وكل فص ليه عمل معين والأعمال دي بيكملوا بها بعض وهم الاتنين يعني بيعملوا كل حاجة مع بعض كل حاجة كل حاجة كل حاجة مع بعض تسجل موقف أسرع من الفص الثاني يعني فيه داتة قديمة بفص من الفصين ونفس الداتة القديمة بالنسبة للفص الثاني دي جديدة اللي هو الفص البطيئ يعني والتم المعالجة وإنت تستغرب الموقف ده حصل لقبل كده بس النظرية دي برده مكانش فيها اتفاق عليه بعض العلماء حاولوا يشوفوا حاجة تربط وما تقوليش حبل يا ظريف بين ظاهرة ديجا فيه وبعد الأمراض النفسية زي انفصام الشخصية والقلق بس فشل مفيش أي علاقة بين الظاهرة والأمراض دي لكن العلاقة الأقوى لقوها بين دي جا فيه ومرض صنع الفص الصدغي في المخ العلاقة دي خلت العلماء يتأكدوا ان الظاهرة دي نتيجة الخلق في عملية تفريغ الشحنات الكهربية في المخ كتير من الناس بتحس برعشة سريعة في بعض الحالات زي كده قبل ما تنعز بلحظات بيرجح ان الرعشة دي بتحصل أثناء دي جا فيه بس أغلبة بيكون في الصوت بس مش مواقف كامل صوت وصورة بيتخيلوا ان هما سمعوا الصوت ده قبل كده في تفسيرات ظهرت بتعتمد على الزاكرة يعني بعض المواقف اللي بنعيشها ونقول المواقف دي تقررت قبل كده فبتحصل لك دي جا فيه التفسير ده بيتيح للعلماء ان هما يفكروا ويتورى العديد من الأبحاث حول الدي جا فيه في بعض العلماء برضو بيعتقدوا ان الدي جا فيه متعلقة بوظيفة الإدراك المألوف في الزاكرة وتفسير تاني بيقول ان الدي جا فيه ما هي إلا نتيجة معلومات اتعلمناها قبل كده بس تنست ودلوقتي قدرنا نرجعها فبنتخيل ان احنا بنعيش الموقف مرتين علشان المخ البشري مش بيمسح اي معلومة سجلها ولو حتى انت نسيتها المخ البشري لغز وهيفضل لغز على طول ربنا هو اللي خلق وعارف كل اسراره احنا البشر من صنع لمش عندنا القدرة الكافية عشان نفهم المخ البشري بس انت لو عايز تفهم اكتر عن المخ البشري هتلاقي عندي ورشة العقلي فيها معلومات كتير جدا عن اصرار المخ البشري هتظهر لك هنا مع الورش زمالة بتنسيش لايك بقى كومنت حلو كده